اشتركوا في القناة في مملكة البحرين وتبلغ قيمة الاصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 12 من يونيو 2024 إلى 11 من سبتمبر 2024 ويبلغ العائد المتوقع لهذه السكوك 95 من 100% مساويا للاصدار السابق في 15 من مايو 2024 علما بأنه وقد تمت تغطية الاصدار بنسبة 119% كشفت شركة أبل عن استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي ادمجت أدوات تستند إلى هذه التكنولوجيا تحت اسم أبل انتليجنس عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي سيري وأعلنت عن شراكة مع أوبن اي آي لدمج تطبيق شات جي بي تي في أجهزتها في وقت لاحق من هذا العام وستتبعه ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى مضيفة أنه يمكن الوصول إلى روبوت الدردشة مجانا ولن يتم تسجيل معلومات المستخدمين من جانبه حذر الملياردير إيلون ماسك من أنه سيحضر الأجهزة التابعة لشركة أبل في شركاته إذ تم دمج روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بأوبن اي آي على مستوى نظام التشغيل وقال ماسك وهو الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا وشركة صناعة الصواريخ سبيس اكس ومالك شركة التواصل الاجتماعي اكس في منشور على منصة اكس إن هذا انتهاك أمني غير مقبول وقال أنه سيتعين على الزوار فحص أجهزة أبل الخاصة بهم عند الباب حيث سيتم تخزينها في صندوق فارا دي في إشارة إلى جهاز يحجب المجالات الكهرومغناطيسية والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية وللحديث حول التكنولوجيا المالية وآخر مستجداتها يسرنا أن ينظم معنا في الستيديو الدكتور عمر العبيد لمدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات مرحبا بك الدكتور في النشرة الاقتصادية أهلا وسهلا دكتور يعني في البداية بالحديث عن التكنولوجيا المالية جاءت مبادرة قمة البحرين للتكنولوجيا المالية مؤخرا لتؤكد ريادة مملكة البحرين في هذا المجال فمن وجهة نظرك ما هي أبرز الابتكارات لمملكة البحرين في مجال التكنولوجيا المالية الذي عزز من قدراتها في هذا المجال حولا تجد الإشارة إلى أن مملكة البحرين حددت القطاع المالي كمحور أساسي في الاقتصاد منذ السبعينات وثمانينات وشهدنا نموا كبيرا في هذا القطاع وأحدث موجة متمثلة في قطاع التكنولوجيا المالية على رأسها الخليج البحرين للتكنولوجيا المالية وهناك الكثير من الشركات التي تعمل في قطاع المالي لديها ابتكارات وتطورات مما فيها الشركات التي تعمل في مجال الصيرفة الإسلامية الذي يعد عمود في الاقتصاد البحريني بالتأكيد كيف يمكن لشركات التقنية والمؤسسات المالية أن تعسس دور التكنولوجيا المالية على الصعيد العربي وليس فقط المحلي الطريقة الأساسية هي بحكم ثقافتنا وديننا الصيرفة الإسلامية الصيرفة الإسلامية هي النشاط تجمع كل الدول العربية بحكم دور الدين في حياتنا وهذه من أهم القطاعات المالية التي تنمو في الوقت الراهن وبحكم الدور الأساسي والرائدة التي تلعبها مملكة البحرين في هذا القطاع عالميا تتمكن مملكة البحرين من كلها أثر كبير على هذه الاقتصادات العربية الأخرى نعم وهل هناك مثلا جوانب أخرى من الممكن تركيز عليها غير الادة الصيرفة الإسلامية؟ في التكنولوجيا المالية كما شاهدنا منذ جائحة الكوفيد انطلقت موجة جديدة من تطبيقات على الهواتف الذكية وعلى الكمبيوترات وتسمح لمعاملات مالية بشكل جديد ومبتكر ليس فقط لرعاية الظروف الصحية لكن أيضا من أجل تسهيل عملية نقل الأموال لتسهيل عملية إنشاء واستخدام منتجات مالية جديدة وكل هذه تعود للاحتضان مثل هذه الأنشطة في مملكة البحرين ماذا عن منصات الإقراض البديلة؟ يعني كيف ترى تأثيرها على السوق أو كيف ستغير مشهد الإقراض التقليدي؟ هنا نعود إلى موضوع التكنولوجيا التطور التكنولوجي مكن الإقطاع المصرفي من تطوير أدوات مالية جديدة من بينها بدائل للإقراض التقليدي والتكنولوجيا يعاد أداء وسيطة مهمة لتمكين شعب البحرين وغيرهم من الاستفادة من هذه الأدوات والنتيجة أن أصبحت شريحة أوسع من المواطنين قادرة على الاستفادة من القروض وتحقيق أهدافها المالية ماذا عن الحوسب السحابية؟ تم استخدامها منذ فترة طويلة في العمليات المالية من وجهة نظرك كيف طورت من العمليات المالية؟ نعم أنا من جيل كان نطر أن يستخدم المعاملات الورقية والسجلات الورقية للحصول على معلومات وبيانات بنكية لكن الحمد لله من بعد ما شهدنا اختراع الإنترنت أصبح هذا الماضي والآن في العصر الحديث كما تفضلت لهذه التكنولوجيا الحديثة تمكننا من إجراء المعاملات في أي مكان في أي وقت دون أن يكون الفرع مفتوحا دون أن يكون الموظف موجودا دون أن نحن نكون متفرغين لهذه المهام وهذا يعني مكننا من تعزيز استهلاكنا والاستمتاع بحياتنا اليومية بشكل أفضل بالتأكيد الدكتور عمر العبيدلي شكرا جزيلا على حضورك أهلا وسهلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر